أحمد فتوح نجم نادي الزمالك والزهي الأيصر لنادي الزمالك أصبح جاهز لمواجهة النادي الآلي في نهاية كأس مصري يوم 8 مارس اللي جاي قدامه أسبوع أخير في التاهيل وبعد كده هيعود للمشاركة بشكل عادي في التدريبات الجماعية مرة أخرى ده بحسب محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك اللي أكد ليه جوزي جوميز المدير الفني أن فتوح هيكون جاهز لمواجهة النادي الآلي ده خبر أكيد قوة مهمة جدا في تشكيلة نادي الزمالك أحمد فتوح كمان جوزي جوميز مدرب الزمالك معجب جدا بالمستوى اللي بيقدمه حمزة المسلوسة في مركز قلب الدفاع ومش عايز يوديه لمركز الزهير الأيمن زي ما بعض الناس قالت هو شايف أنه بيجيت جدا في عملية بناء الهجمة ومن المدربين اللي بيحبوا اللعيبة المدافعين يبنوا الهجمة على الأرض مش من اللي بيشدته بيرفعه الكرات الطولية شايف أن حمزة المسلوسة مهم جدا في المركز ده وقال أنه عبدالله أو سيد عبدالله نيمار هيعتمد عليه كظهير أيمن وليس كجناح وأن اللعب بيأدي في هذا المركز كويس وأن المركز ما فيهوش غير عمر جابر مركز الزهير الأيمن وبالتالي هيعتمد على عمر جابر وسيد نيمار في مركز الزهير الأيمن ويسيب حمزة المسلوسة في مركز المدافع كمان جوميز بيحاول يشتغل مع أبراهيم النضاي على التواجد كظهير أيصر في ظل تقدم عمر عبدالشافي بجانب إصابة أحمد فتوح واستكماله لعمليات التأهيل